اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادني مثال زي تفوق المخلص في مذاكرته حارب يتفوق دي فعل مضارع مرفوع بالضمة الظهرة طب يرفع بالضمة المقدرة امتى لو هو معتل الآخر لو جاء في الآخر حرف علة جاء الف او واو او يا زي المكتهد يسعى الى التفوق يسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة طب ليه هي هنا مقدرة لانك مش هتعرف تنتقها جرب تنتقى ضمة كده فوق اللي هي الالف الليينة ديت المكتهد يسعى جرب تحط ضمة هتلاقي يسعى وتلاقي فيه ثقل في النطقة عشان كده هي الضمة هنا مقدرة وهكذا له معتل الآخر بالواو زي المؤمن يرجو عفو الله دائما يرجو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة زي انك لا تهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء تمام يهدي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة لان معتل الآخر بالياء ولكن الله يهدي جرب تنتقى ضمة مش هتعرف يبقى اذا لو الفعل المضارع معتل الآخر ايا كان ايه هو حرف العلة فهو بيرفع بالضمة المقدرة قلنا صحيح الآخر بيرفع بالضمة الظاهرة طب بيرفع بالثبوت النون امتى دي احنا عارفينها اللي هو فعل من الافعال الخمسة الافعال الخمسة عشان نعرفها وكل فعل مضارع اتصل بألف الاسنين زي الطالبان يستعدان حاطت لي نون هو يبقى ده مرفوع بالثبوت النون او كل فعل مضارع اتصل بها والجماعة زي المؤمنون يسعدون يسعدون فعل مضارع مرفوع بالثبوت النون أنت تحافظين اتصل بيا المخاطبة دي اسمها الأفعال الخمسة ترفع بالثبوت النون يبا احنا كده التلم عن إعراب الفعل مدارع الخطأ الشائع اللي احنا على طول بنعمله جماعة مفيش حاجة اسمها فعل مدارع مرفوع بالواو يعني مثلا يا سعدون دي تروح تعملها بالواو لا مفيش كده إعلامة إعراب اللي هي الواو دي في جمع المذكر السالم ومع الأسماء زي المؤمنون مبتدأ مرفوع بالواو تمام لكن يا سعدون ده فعل مدارع مرفوع بالثبوت النون يبا خلي بالنا من الخطأ الشائع ده تمام يبا إذن الخلاصة احنا اتكلمنا امتى بالضمة مقدرة لهو معتل الآخر طب امتى بالضمة الظاهرة لهو صحيح الآخر بالثبوت النون لهو من الأفعال الخمسة وحتلاقي فيه النون مكتوبة في الآخر دي علامة انه هو مرفوع بالثبوت النون تمام يبا احنا كده خلصنا رفع الفعل مدارع يبا ينصب الفعل مدارع إذا سبق بأي أداء من أدوات النص لأن لن وأن اللي همزة من فوقها مش إن أن لن كي وعندي لام التعليل وعندي حتى وعندي لام الجحود وعندي فائل السببية مزود لك أنا أداتين هم عشان نتعرفهم وبيجوش كتير في الامتحان بس تبقى عارفهم عندي أداة سماء واول معي وعندي أداة سماء إذن ما بيجوش كتير في الامتحان احنا نركز على أن لن كي حتى لام التعليل وفائل السببية ولام الجحود طب تعالي نتكلم على علامات النص الفعل المدارع بينصب بالفتحة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو معتل بالواو أو بالياء يبقى إذا كان صحيح الآخر أو معتلا بالواو أو بالياء زي لن أقول بس الفتحة عارف أنت منصوب بالفتحة الظاهرة طب ليه اتنصب أصلا نصوبك بلن لابد من الاجتهاد كي نسموها عارف أنت الفتحة برضو على القاضي أن يقضي عارف أنت الفتحة فينصب بالفتحة الظاهرة طب إمتى مقدرة لو معتل الآخر بالألف فقط بتيجي كتير جدا في الامتحان بتجي لك الاختيارات لو معتل الآخر بالألف فقط فتحة مقدرة زي لن أسعى في شر أبدا جربت إمتى الفتحة مش هتعرف لن أسعى آه مش عارف عن طاقعي في الثقل في النطق إذن لو معتل الآخر بالألف فقط زي أسعى ينصب بالفتحة المقدرة تمام إمتى ينصب بحسف النون لو هو من الأفعال الخمسة قلنا الأفعال الخمسة كل فعل مدرع اتصل بألف الاثنين أبواه والجماعة أوية مخاطبة زي عليكم أن تنصبه أن تنصبه أن تصلوا فلصة لا سبيل أن تصلوا فعل مدرع منصوب بحسف النون يعني هيك التصلون وأنا حزفت وأنا حزفت النون تمام طيب بيجي لي فعل مدرع معطوف على فعل مدرع منصوب زي مثلا عليك ألا تتكاثل وتتخازل في إثبات ذلك ألا دي عبارة عن أن ولا تنصب أنا عشان بتنصب عاجل لنفة الفعل لكن مدام في أن يبقى هي تنصب تتكاثل فعل مدرع منصوب تخيل هنا للو هو حرف عطف وتتخازل برضو فعل مدرع منصوب بالفتحة الظاهرة قال لي أنا وحرف مصدري ده بيعرف حرف مبني ليس له محلم الإعراب ودري مثال عليك أن تكتهد أو عليكم أن تكتهدوا طبعا أن تكتهد منصوب بالفتحة الظاهرة أن تكتهد منصوب بحس في النون هنتكلم عن لن بتنفي الفعل في المستقبل زي لن يرحم الله المتخازلين يبقى في المستقبل ربنا لن يرحم المتخازلين فعل مدرع منصوب بالفتحة الظاهرة جاب لي برضو كي تمام كي ما قبلها سبب وتعليل لما بعدها يبقى كي دي تجيب معنى السبب زي اكتهدوا كي طلحقوا بركب ألت فوق أهي تحس إنها سببك اكتهدوا علشان يبقى طلحقوا دي فعل مدرع منصوب بحس في النون بتعليل لم التعليل دي تجيب معنى السبب برضو أعبدوا الله مخلصا لتنال تمام أعبدوا الله مخلصا لتنال فعل مدرع منصوب بالفتحة الظاهرة خلي بقى لك بقى من حتى حتى دي بتفيد حاجتين تفيد الغاية الغاية يعني الهدف أو تفيد التعليل تعليل يعني السبب الغاية الهدف أو إلى أن يعني النهاية زي مثلا إيه سأعبدوا الله حتى أموت إلى حتى يعني نهاية حتى أموت إلى أن أموت يعني بتيجي بمعنى التعليل برضو اكتهد حتى تحقق اللي هي بمعنى علشان اكتهد علشان تحقق كان لبالي بس من حتى ليها شرطة عشان تنصب وانا اعمل هالكواب الأحمر وبنتها عريضة عشان تركز عليها لازم يبقى سياق الجملة حاضر او مستقبل زي مثلا ايه قال لي زاكرته ده ماضي حتى اكون من النجاحين اعرب اكون ده فعلي مدرع مرفوع بالضمة ليه عن مرفوع ده قبليه حتى ايوة حتى بتنصب بس الجملة ما يكونش سياقها ماضي زاكرته هي دي زاكرته دي ماضي وابوا معين لنا اتركب مش مهمة قوي عندنا بس اعرفها بتنصب تمام بتفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهي بمعنى مع وتفيد المصاحبة ودائما تصبك بنهي او نفي لا تني عن خلق وتأتي فعلي مدرع منصوب بالفتحة عارن عليك اذا فعلت عظيم احنا منكمل بيت الشعر تعالى نتكلم في لام الجحود دي مهمة جدا بتفيد الانقار الشديد عندي شرط مهمة جدا يجب ان تصبك بكون منفي زي ما كان او لم يكن وما كان الله ليعذبهم فعل مدرع منصوب بالفتحة لم يكن الله ليخفر فعل مدرع برضو منصوب بالفتحة واللام اسمها لم جحود فر بقى باللام الجحود ولم التعليل لم التعليل بتيجي سبب زي اعبد الله مخلصا ليه تنال يعني علشان هي سبب لكن لم الجحود عشان اعرف فرق ما بينها لم الجحود قبلها كون منف تنصب اسمها فاء عندي اخر اداة بتنصب اسمها فاء السببية دي تفيد ان ما قبلها سبب لما بعدها وهي من ادوات نصب الفعل المدرع من الشروط الواجب توفرها في فاء السببية ايه الشروط لازم اجب ان تصبك بنفي زي ما فعلته ذنبا فاندم سبب هو جملة سببكت بنفي او طلب زي امر نهي استفهام تمني رجاء او ترجي اجتهدوا هي امر فتحققوا منصوب بحسف النون لا تكاسلوا هي نهي فتندموا منصوب بحسف النون هل تخرج استفهامي فتنال منصوب بالفتحة الظهرة ليتنا ده تمني فيرضى منصوب بالفتحة المقدرة لان المعطل الآخر بالالف لعلى الانتحان يأتي سهلا فتستريح او فنستريح فعل مدرع منصوب بالفتحة الظهرة لانصوبك بترجي تمام اذا حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال اللي هي الفعل اذا بقى قال لي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال اذا تتفوق جوابا لمن قال سأجتهد اذا تتفوق اذا لما تتيجي قبل الفعل المدارع بتنصبها تمام كده بعد كده عندناها تدريبات عايزك كده تجرب تحلها لي وان شاء الله هنشوف الاجابات لها مع بعض شكرا جابات وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة